ورافع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور عدو مجلس النواب رئيس نادي أزدى مالك وهذا الخبر ملأ كل الصفحات وملأ كل المواقع أنا عندي الحقيقة الكاملة والتمة ومع ذلك برضو ليطمئن قلبي قلت لا أسأل ممكن أكون غلطان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أولاً الخبر عاري تماماً من الصحة لا صحة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور خالص جملة وتفصيلة وحقول لكم ليه وأنا نائب سابق فأفهم في الحاجات دي كويس أول حاجة مجلس النواب فأجازة مجلس النواب لن يعود لنعقاد إلا في يوم اتنين أربعة أو اربعة أربعة والنهاردة عشرين ثلاثة فما فيش ولجان المجلس أيضاً لا تنعقد يعني اللجنة التشريعية أو أي لجنة لا تنعقد إلا للشديد الأول نمرة ثلاثة السيد الدكتور علي عبدالعان رئيس مجلس النواب غادر أرض الوطن مش موجود نمرة أربعة الطلبات بتاعة رفع الحصانة متكررة واحد تخانق واحد سب واحد قذف كل دي موجودة ممكن تلاقي طلبات رفع حصانة عن أي من السادة النواب وجرى العرف إنه هذه الطلبات بترفض نمرة خمسة وهذا هو المهم إن أنت حضراج بتتكلم رفع الحصانة بناء على اللي بيحصل فينا دي زمالك مش كده طب زكاة النيابة لسه ما خلصتش يبقى إزاي حيتم طلب رفع الحصانة فلازم زملائنا الأعزاء الأفاضل في المواقع يخلي بالهم لما يجي لهم خبر ما ياخدهوش كده مرة أحد ده غير صحيح لازم ناخد بالنا لأنه دي أخبار ودي حاجات مهمة جدا ودي بتمس سمعة الناس